اهلا بيكو في اية في حكاية الاية بتاعت النهاردة بنعمة ربنا انجيل معلمنا لقى صح 2 اية 48 اللي حصل فيها ان ربنا يسوع المسيح لو المجد ما كان عنده 12 سنة بالجسد وكان مرجعش مع امنا العدرة ومع القديس وصف النجار في الرحلة بتاعتهم من رجوعهم من ارشاليم وبعد كده قعدوا يدوروا عليه كذا يوم ولما رجعوا قالت له بقى الاية الجميلة دي اللي احنا اعوزين النهاردة نفكر فيها بتقول فلما ابصراه اللي هم من العدرة ويصف النجار اندهشاه وقالت له امه يا بنيا لماذا فعلت بنا هكذا وذا ابوك وانا كنا نطلبك معذبين يا بنيا لماذا فعلت بنا هكذا وذا ابوك وانا كنا نطلبك معذبين ده بعد كام يوم من غيابه من رجوعه معهم تخيالوا احكي لكم حاجة بسيطة قوي وحسوا بالموقف في المسل البسيط ده لو احنا طلعنا رحلة عائلية ومعنا ولادنا وروحنا رحلة دير من القديورات وبعد كده بعد ما خلصت الرحلة رجعنا من الدير ولما وصلنا اكتر من نص الطريق اكتشفنا ان ابننا مش موجود في الرحلة وبعدين رجعنا تاني بالاوتوبيس او بالعربية وقالما دخلنا الدير لقينا ابننا في التسبحة بيصلي التسبحة مع الاباء يا ترى رد الفعل هيكون ايه طبعا رد الفعل هيبقى عنيف غالبا فوقات كتير ممكن الاب والام يبقى فيه عنف لفظي او حتى ممكن يبقى عنف جسدي لكن العذرة بكل هدوء وبكل حزن هي قال انا عليه قايت له يا ابو نية لماذا فعلت بنا هكذا هو ذا ابوك وانا شوفوا التواضع انها بتذكر الاول قديس في النجار هو بتديله هو الاولوية في الكلام هو ذا ابوك وانا كنا نطلبك معذبين هنا العذرة ومن العذرة عبرت عن حزنها او خفها على المسيح له المجد انه هو كان فين وهي بتدور عليه لكن ما عبرتش عن غضب منه وده بيبين بيدينا درس كبير في التربية ازاي احنا كابا وامهات بنتعامل مع ولادنا ازاي احنا بناخد بالنا من رد فعلنا الهادي لان احيانا ولادنا بيدفعوا ضريبة توطرنا ضريبة عصبيتنا او وقات بيدفعوا ضريبة شكلنا قدام الناس ايه او منظرنا الاجتماعي لكن ما اجمل التعبير بتاع امنا العذرة عن قلقها عن المسيح باسلوب هادئ جدا لما قالت له يا ابو نية لماذا فعلت بنا هكذا لإلهنا كلما كدو كراما ابدا امني وا امنا بالقلاق